السلام عليكم اخباركم ابن ورين دايما معايا بس احبيكم في كل وقت وفي كل وان يا مرحب يا مرحب ويقالب بنشارك ساعدة غامرة دائما بوجود معاكو دايما يا رب وفي افضل حال ان شاء الله دايما خلاص العيد خلص والاجهزات خلصت وان شاء الله من يوم السبت والحد الكل يعود العمل وسالما غانما ان شاء الله وده ما ينسناش ان الزمالك يعيش الان فترة الكل يريد ان يعرف ماذا سوف يفعل مجلس صدارة نادي الزمالك هنا الخبر اليقين في هذه اللحظات وفي هذا الوقت الذي تشاهدون في هذا الفيديو كل ما ساقوله فيما يخص اخر تحركات نادي الزمالك ومجلس صدارته بعد مباراة فرقه هذا ما سوف يحدث حتى اللحظة هلو هناك امور جديدة قد تحدث بعد ذلك الله اعلى واعلم وياس غمر لا جدالة فيه ولا مناقشة المعلومة اللي عندنا ان الزمالك مكمل مكمل مهما حدث كان بقى احمد الغندور يروح يعمل مباراة الترسانة وحرس الحدود في الدورة الربعية او الدورة الترقي او ان محمود البنة يحكم مباراة منتخب السويس واسبورتنج واخطأ خطأ جبار اسبورتنج ليه هدف شابه الهدف اللي ما حسبوش في الزمالك في ضربة الجزاء الكرة مع محمود كوكو بينزل بيها جوا الجون وما بيتحسبش لكن في الاخر اسبورتنج بينقذ الامره وبيتعاتل بعد ما كان خسران اتنين صفر وبيتعاتل اتنين اتنين وينقذ محمود البنة او ما ينقذوش الله هو اعلم بريرة بقى اللي طلع يدفع عنهم وهو اخطأوا تاني وجنف مباراة بعدها محمود البنة اخطأ وخلي بقى لك دي تاني خطأ يرتكو محمود البنة في هذه الدورة كان ما عمضش الترسانة والحرس درب الجزاء اساسا جاء في ايد لاعب الترسانة وقال لك درب الجزاء اللي على اعتبار دي جاء في ايد لاعب الحرس اي ان كان الزمالك حتى اللاحظة دي لن يتراجع لن يخود اي مباراة الا بعد تحقيق مطالبه لن يخود مباراة القمة سواء تذكرتي كانت فتحة باب الاشتراك او لا او باب التذاكر او لا جمهور الزمالك حتى اللاحظة دي يبدو انه منضم الى مجلس ادارته ومش عاوز ايه يحجز خلي بقى ان اول ما كان بيتفتح باب الحجز تقريبا نص ساعة ساعة وتلاقي الايه كله خلص لكن الاشارات دلوقتي ان جمهور الزمالك متأخر متأني مش عاوز يحجز لغاية ما يشوف مجلس ادارته هيقرر ايه المعلومات اللي عندنا ان مجلس ادارته الزمالك مش بيهوش ومش بيعمل اه يعني بروباجندة عالفاضي مجلس ادارة الزمالك المعلومات اللي عندنا انه مكمل مكمل للنهاية حتى ولو حصل ان وزير الشاب تدخل في الامر وخد اي اجراء ضد النجلس ان كان لا يحق لها حسب القانون اذا الزمالك مكمل رايحين فين بقى ما بعد ده هنعرف امتى هتتأكدوا ان زيك مكمل انا بقول لكم وجهة نظري ان السبت الحد اللي جاي الامور هتكون بدأت توضح والتحاد الكرة وربطا دي هيصدقوا ان في مشكلة جاية ومرة تانية النادي الاهلي واقف على الباب مش عاوز يتدخل عشان لو ادخل موضوع ما يتصعدش وهيدخل بعد ما يبقى فيه قرار من مجلسات الاتحاد الكرة لصالح قرارات الزمالك غير كده هيبقى بعيد ممكن مجلس الادارة مش هيعمل حاجة بتاعة الاتحاد الكرة وقال لك لها المالش زي ما هو ومش بيكلمين حده والربطة نفس الشيء ومناش دعوة. يجي زيك او ما يجيش لحاجة تخصه. هنشوف بقى ساعتها اللي هيجرأ. لكن في هذه اللحظات انا بقول لكم مش بس الكلام اللي قاله سوز احمد سام متحدث الاعلامي لنادي الزمالك واكد على ان زيك مستمر ولن يتراجع في قراراته لكن حسب الكلام والتواصل مع الناس في نادي الزمالك الزمالك مصر وكابتل حسين لبيب مصر مهما كانت العقوبات او العقبات او النتائج لهذا القرار. طيب في نفس الوقت احنا الزمالك بيشتغل على خط تاني ايه هو الخط التاني انه بينفي نفي قاطع كبير نادي الزمالك بنفسه اللي نفي هذا الامر وياليك كابتن احمد سليمان ان محمد عاطف هيروح اي حت او انه تم الاتفاق مع غزل المحلة على انتقال محمد عاطف اعرى بنية البيع المعلومة اللي عندنا وبقولها لكم بشكل قاطع لا لبس فيه وكل يقيب لم يقرر نادي الزمالك اي شيء يخص محمد عاطف واذا قرر اعارته فلن تكون بنية البيع وان المباريات المتبقية ان استكمل الدوري او ان استكمل نادي الزمالك مبارياته هتكون هناك فرصة وقد تكون غدا هذه الفرصة اصدفاركم بظهور محمد عاطف محمد عاطف كابتن حسين لبيب وكابتن احمد سليمان ومعهم الفريق السكاوتينج بيرهنوا على نجاح فهل محمد عاطف هيحط نفسه في المنطقة الصحيحة ويؤدي اداء جاية لازم نكون امن ان جميز مش مساعد اوي محمد عاطف هيساعدوا المنشطات الجاية ولا مش هيساعدوا لكن انا بقول لكم عليه معلومة سليمة يقينة يقينة ان محمد عاطف الزمالك لم يقرر اساسا انه يتم اقعارطه فما بالك باقعارطه بنية البيع هذا محد خطأ وان الاقويل اللي بتتقال هذه خطأ 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 ماشي حمزة المثلوسي هل جاء له عرض من الترجي التنسي ونادي الخليج السعودي ولا لا انا اللي بسأل لا مش انا اللي بسأل ذا ادارة الزمالك اللي بتتكلم مع حمزة المثلوسي وبتسأله هذا السؤال هل بالفعل يا حمزة اتت اليك عروض من الترجي والخليج لضمك في نهاية الموسم ولا لا الحقيقة ان الراجل اجاب عليهم اجابة لطيفة هناك عروض لكن انا لغاية دلوقتي مش مقرر اعمل حاجة وانا مستمر ومكمل عقلي في نهاية الزمالك فكرة ان ليه عروض وبتاع افتكر معايا ان حمزة زي وزي سيفي الجزيري حتى زي وزي نضاي زي وزي سامسون ماخدش ولا مليم في الموسم الجديد ولكنه راجل ملتزم ومؤدب وباش بتعمل شاكل وما رفعش ولا حتى بعت شكوى ضد زمالك او انذار زي ما عمل سامسون كان اللي بيعمل كده الامانة بين شارقي اللي كان دايما كل يجي يتأخر وشان انت اقوم تضرب انزار 15 عشان اخد فلوسه عملها مع مرتضة وعملها مع اللي هو عملها مع عزيز وعملها مع حسين لبيب فهو كان بيه مع الكل يعني ما يبدأ ماشي فيش مانعة لكنه كراجل ملتزم اللي بيتفع على حاجة بيعملها وانتو عارفين يعني فحامزة المسوسي الزمالك بيسأله وزي ما قلوكو كده الراجل قال انا ملتزم بعقش طبعا ممكن ده جزء منه ان هو عاوز برضو فلوس يعني بعطولي فلوس برضو حنا متأخرين على الناس اوش نتمنى ان اقدرت ازيك تقدر تخلص الحكاية والظروف لكن راجل ملتزم وموجود وجاهز وانا لا امانع في وجودي في الزمالك وزيك نفسه فكر انه يمد التعقده مع حمزة المسوسي ويزود قيمة عقده شوية وما نشوف الامور بعز مالك وحمزة هتروح بينقل فين طيب انتو عارفين الازمة اللي بيعاني منها الزمالك واقعا حقيقيا هو مركز الباك الشمال اصابة فتوح او ايقاف فتوح بيحب زيك في معزق وتضطر تلعب محمد شحاتي تاخده من الحتة المهمة اللي بيفود يشتغل عليها كويس يخطل وسط وتودي باك مين وتاخد عمر جابر وتودي باك الشمال وبنعاني لو عمر جابر حصل له ايقاف او حاجة زي المسوس اللي فات اما لعبنا ابراهيم انا ضاعي لكن عمر جابر راجع خلاص باك شمالي ومحمد شحاتي زي ما هو باك مين وماتش فارقه يعني مع عدد غنمك يعني هم حب قد كده طيب فالزمالك بدأ يتناقش مع اخواتنا في نادي امبي حوالين محمد حمدي باك الشمال امبي مصر على حقين الحاجة الاولى انه الاولوية لمحمد حمدي الى الدوري الاوروبية دورة الاوروبية وانه شايف ان محمد حمدي هيكون بيضى ذهب ليه لنادي امبي لو احترف برا وبيراهنوا على كده هل هيعرفوا يسوقوا برا ولا لا الله احلم حاجة تانية لو ما عرفناش نسوقه في عرض من الزيك وعرض من الاه اول اهلي كان عايز معرضش ازاني كله طلب هنا بقى الوضوع هنروح للزياد كمال اني نادي امبي اعجب بالصياغة اللي اشتغلها مع نادي الزمالك في تعاقده مع زياد كمال بنظام الاعارة امتداد سنتين ونص فهو لا يمانع انه يعير محمد حمدي لو ما جلوش عروض من برا بنظام زياد كمال مع الزمالك يعني سنتين تلات سنين ويتم اعارة مش بيح خدوا تلات سنين وبعدها هنتجرب هل ادارة زياد كمال ده هتوافق ولا هتحط نية بيع لكن الزمالك عاوز محمد حمدي باك الشمال دلوقتي لنادي امبي عشان يضمه والناس محمد مع منتخب الشباب والنشئين والمتخب الامبي ممكن يكون له دور فهيبقى زياد بيدور برضو على العيبة صغيرة السن بترعب منتخبات وطموحها عائلش محمد حمدي الزمالك هعرف يجيبه ولا لا التفاوض بينه وبين ادارة امبي سهل بتتشبس في امور ولكن الموضوع بيبقى سهل وامبي بيمتساهل مع كل الناس طالما وافقته على طلبش ما نشوف اموره الزياد راحة فين؟ فيما يخص موضوع محمد حمدي لاعب نادي امبي الباك الشمال والزمالك هيقدر يخلص مع امبي الموضوع ده ولا لا في نظام زياد كمال ولا هيقدر يشتريه ولو باب التفاوض تفتح بين الزمالك وامبي فالنتيجة ستكون انتقال اللعب لنادي ام رايح فين بقى بطريقة ايدي قصة تارش خلاص طيب طبعا اكيد انتوا تبعتوا وشوفتوا قصة امام عشور وانا في العادي ما بحبش اتكلم عن امام يعني اه كتير انتو بقى لعب فين ادي الاهلي ما يعمل حاجة اني قولها ما يعملش حاجة خلاص وانا مش من الناس اللي بيقفوا على الوحل لكن انا استوقفني يعني مش الفيديو بتاع امام عشور والكلام اللي بتقال دوات انا مش فارق معي انا استوقفني يعني مع جموع من المعلومات نشرها اخون العزيز حامد وجدي الصحفي متميز ومدير تحريب برنامج سيف زاهر كلام مهم اوش خلينا اقرهو لكم مع بعض واحد واحدة كده قال ايه تأخر طائرة الاهلي ساعتين بسببه قصدو على امام وعدم الالتزام خارج الملعب واخرها اخناقها مع فرد امن قطايا امام عشور المستمر دي مجموعة عناصر هو بيقولها قال ايه بعد الفيديو المصارب لامام عشور بضرب فرد من امن احد المولاد فيه كلام ان هزا الشخص قنب بمعاكسة زوجة الامام وده شيء مؤسف وده عمر مؤسف طبعا ومغجل انه ما يصحش لكن اعاوز اقول لكم اقول بقى ان مشاكل امام كتيرة جدا مش برا الملعب بس لا مثلا عدم قيامه بعد استبداله في مباراة منتخب مصر ده هو اللي بيقول عدم قيامه بعد استبداله في مباراة منتخب مصر امام بركي نفسه بالسلام على الكابتن حسام اثناء التبديل وبعد انتهاء المباراة قام الكابتن حسام خالي وده معلومة مهمة بالحديث مع امام وقال له نص ازاي ما سلمتش علي رد وقال له انا ما شفتكش يا كابتن كنت تعبان قال له خب بالك بعد كده يا امام في كاميرات كتير ادي اول حاجة وقام ايلكوا ايه محمد وجدي بيأكد تاني عايزو اقول لكم ان اخر ازامات امام واللي كان نتكلم فيها افشة هو ان خلال صفر بعس تأخرت الطائرة ساعتين عن الاقلاع بسبب تأخيره في الزهاب للمطار ولم تتم معاقبته يعني امام عشور اخر طيارة النيد الالي كانت نسافر اعتقد المطش الاخير بتاع انهاء افريقيا عشان هو كان متاخر وده مزع على الافشة تخلي الافشة يتكلم تمام؟ ده غير حاجات كتير تانية خارج الملعب اكبر من كده بكتير متعلق بالالتزام امام عشور موهبة كبيرة اتمنى يخلي باله بالنفس من السوشيال ميديا بطحة ده الكلام اللي قالوا اخونا حامد وجدي هنا يخدني الامر الى اخوكم دكتور استاذ المهندس عدلي القيعي مقال على ان ما اعرفش حزبه على حاجة عملها بره لكن مبها ابني وفي حضني احزب هتحزبه اه دكتور اه مش وانس عدلي ولا هتنسى الكلام ده فكرة حساب امام عشور او عدم حسابه لا قيمة لها بالنسبة لها ولعب بيعمل اخطاء ما بيعملش لحد تخصه انا بس بتكلم على ادارة النيد الان والصياغة بتاعتها والاستعراض اللي بتعمله وساعة الجد تبقى في موقف محرج من تصرفات هذا اللعب وهما لا يتخذوا اي اجراء ضده وانهم مش هياخدوا اجراء بجنيه وربع ضده فرد امن بيرفع قضية ومش عارف ايه والحاجات دي ايا كان لكن النادي الاهلي بالحاجة يقول لها ما حصلتش في الملعب ما حصلتش في ارضية فقط اللبس قصته 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 طب و ايه رأيك في التأخير بتاع الساعتين عن مباراة عن اخر مباة طيارة تأخرت بالكامل واللعبة زعلت وقفشة زعلت وتكلم وهو كمان يعني وعرفنا ان هو كان احد اسببه ايه هل هتعاقب امام؟ لا مش تعاقب امام لان امام ممنوع عقابه لان امام هو الكاد اللي بيكيده بيه فما ينفعش يتعاقب وهو امام عارف انه هو ده دوره دلوقتي يعني امام بيلعب مطشط نص ونص بس في الاخر بيجيب اجوان وبتاعه بيع في درج الجمهور والحاجات اللي انتو اكيد عرفتها امام عشور مركز قوة قلقان في نادي الزاق الاهلي بسبب ان ادارة الاهلي مش عايزة تظهره انه فلت لا ان كان امام ما بيساعدهمش على الحكاية دي ومش عارفين يعملوا معاه ايه ان كان الايام اللي جايه هيبين كابت الخطيب ربنا ايش فيه ويعفى عنه وفي حرحة علاج طويلة شوية حسب كلام الاهلي اه معرفش هيدخل وهيدخل في الموضوع ولا لأ ولا الدين هتمشي كده لان ضغط المقربة او متشقين ما اذا تلعب اساسا ولا لأ ايه اللي هيجرى يا جماعة ايه احلام هذا امر جميعا سننتظر ان نعرف ماذا فعل كابتن عن القيع مع امام شورا ان 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 اه سلام عليكم اشتركوا في القناة